اشتركوا في القناة حذف الخبر وجوبا وقد ذكرنا أن ذلك يكون في أربعة مواضع الموضع الأول بعد لولا والموضع الثاني إذا كان المبتدأ نصا في اليمين والموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية والموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى المصدر وبعده حال سدت مسد خبره ولا تصلح أن تكون هي الخبر هذه المواضع وقد شرحناها وطبقنا الموضع الأول وبقي تطبيق البقية إذن في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المائتين يقول الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين إذن هنا يجب حذف الخبر مثل قولنا لعمرك لأفعلن كذا فإنه عمر هنا مبتدأ طبعا لعمرك يعني بحياتك مبتدأ مرفوع وهو نص في اليمين ولذلك وجب حذف الخبر الذي تقديره قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح بهذا الخبر طيب الآن يأتينا بمثال يقول قيل ومثله يمين الله لأفعلن يقول هذا ليس مثله لماذا؟ لأنه يمين الله ممكن تكون مبتدأ نعم صحيح يمين مبتدأ وخبره محذوف يعني يمين الله قسمي يصير إلا أن ذلك لا يتعين ممكن تكون يمين خبرا والتقدير قسمي يمين الله يعني يجوز الوجهان يمين تعتبرها مبتدأا خبرها محذوف أي يمين الله قسمي ويمين تعتبرها خبرا مبتدأها محذوف يعني قسمي يمين الله طيب أما هناك لعمرك ما يصير في عمر إلا أن تكون مبتدأا حصرا لماذا؟ لأنه دخلت عليها لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل إلا على المبتداء نعم إلا طبعا إذا جاءت إنا فتزهلقها إلى الخبر نعم وهنا إنما موجود فيقول قيل ومثله يمين الله لا فعلا يعني مثل هذا المثال يقول لا ممثل هذا المثال والتقدير يمين الله قسمي فييمين مبتدأ قسمي خبر محذوف وجوبا يقول هذا صحيح بس لا يتعين هذا الإعراب هناك وجهة آخر وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كون المحذوف مبتدأا نعم والتقدير قسمي يمين الله بخلاف لعمرك بخلاف لعمرك فإنه لا وجه فيه إلا أن عمر مبتدأ فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت على يعني قد دخلت على عمر فإذا قطعا عمر مبتدأ واضح كيف؟ وحقها الدخول على المبتدأ إذن قلنا يجب أن يكون المبتدأ نصا في اليمين ما معنى نصا في اليمين شرحنا في الدرس الماضي يعني أنه لا يستعمل إلا في اليمين أما إذا كان يستعمل في اليمين وغيره يعني يحتمل غير اليمين فماذا؟ فلا ينفع أنه نقول أن حذف الخبر واجب لا وإنما يكون حذف الخبر جائز لاحظ ماذا يقول فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر مثل المثال الذي ذكرنا نحو عهد الله لأفعلنا فإن عهد هذه الكلمة عهد الله ليست نصا في اليمين لأن كما ذكرنا تستعمل أيضا بغير اليمين مثلا يقال عهد الله يجب الوفاء به أليس كذلك؟ فإذا هنا لا يجب حذف الخبر لعدم كون ماذا؟ المبتدأ نصا يقول نحو عهد الله لأفعلنا التقدير عهد الله علي فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه لأن المبتدأ ليس نصا في اليمين بل يستعمل في غير اليمين كذلك الموضع الثالث لحذف الخبر وجوبا أن يقع بعد المبتدأ وانهي نصا في المعية نحو كل رجل وضيعته يعني كل رجل ماذا؟ مع ضيعته فهنا الخبر محذوف والتقدير مقترنان فكل مبتدأ وضيعته معطوف على كل الخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واول معي طيب وقيل طبعا هناك قول في هذه الجملة أصلا هنا نحن لا نحتاج إلى خبر لماذا؟ لأن الكلام تام كل رجل وضيعته يعني كل رجل مع ضيعته كل رجل مع ضيعته لاحظتم؟ فيقولون بعضهم أصلا لا نحتاج إلى تقدير الخبر وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن المعنى كل رجل لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته نعم شون تقول مثلا كل رجل مع امرأته نعم وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبار واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح طيب فإن لم تكن الواو نصا في المعية كما ذكرنا في الدرس الماضي بأن كانت تحتمل العطف مثل ماذا؟ مثل مثلا زيد وعمر قائمان فإن الواو تحتمل معنا مع يعني الزيد مع عمر قائمان وتحتمل معنا ماذا؟ العطف زيد وعمر قائمان إشراكهما في الحكم طيب يقول فإن لم تكن نصا لم يحذف الخبر وجوبان متى يحذف وجوبان؟ حينما تكن نصا في المعية الموضع الرابع أن يكون المبتدأ ماذا؟ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبار وهي لا تصلح أن تكون خبرا مثل ضربي العبد ماذا؟ مسيئا هذا ضرب مصدر وبعده حال مسيئا سدت مسد الخبار وهي لا تصلح أن تكون خبرا لأنه ما يصنع قل ضربي العبد مسيئا فهنا يجب حذف الخبر والتقبير ضربي العبد كائنون حاصلون إذا كان مسيئا نعم يقول فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال ما سده وذلك نحو ضربي العبد مسيئا فضربي مبتدأ والعبد معمول له ومسيئا ماذا حال سدت مسد الخبار جيد والخبر محذوف وجوبا والتقبير ضربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقبير ضربي العبد إذ كان مسيئا جيد فمسيئا حال من الضمير المستترفي كان يعني كان هو مسيئا نعم المفسر بالعبد وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر يعني ضربي العبد إذا كان مسيئا ها هذه إعراب إذ ظرف زمان ناب عن الخبر أي كائن إذ كان مسيئا أو كائن إذا كان مسيئا يعني ظرف زمان متعلق به الخبر أعزائي نعم جيد ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت ما سد الخبر كما تقدم تقرره يعني ضربي العبد ماذا كائن قائما تمام كائن إذا كان قائما مقدر قبل الحال وحترز بقوله لا يكون خبرا قال وقبل حال لا يكون خبرا يقول احترز عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نعم هو قال قبل حال ماذا لا تكون خبرا لا تصلح أن تكون خبرا أن تقع خبرا هذا المورد نعم أما إذا حال ممكن تكون خبرا فهذا ليس موضع وجوب الحذ يقول نحو ما حكى الأخفش من قولهم زيد قائما مثلا فزيد مبتدأ والخبر محذوف وقائما حال عند زيد كائن قائما ففي مثل هذا المثال لا يجب حذف الخبر لماذا لأنه الحال تصلح أن تقع خبرا نقول زيد قائما يقول والتقدير زيد ثبت قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائما فلا يكون الخبر هنا واجب الحذ طيب بخلاف ضرب العبد مسيئا لاحظتم موردنا فإن الحال تصلح أن تكون مكان الخبر يصير تقول ضرب العبد مسيئ مثلا ما يصير هذا يقول بخلاف ضرب العبد مسيئ فإن الحال لا تصلح لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبله فلا تقول ضرب العبد مسيئ لأن الضرب لا يصف بأنه مسيئ بل العبد والمسيئ طيب والمضاف إلى هذا المصدر حكم حكم المصدر قلنا إما أن يكون المبتدأ مصدرا مثل ضرب العبد أو ماذا مضاف إلى المصدر مثلا أكثر ضرب العبد مسيئ نفس الشيء يقول والمضاف إلى هذا المصدر حكم كحكم المصدر نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم لاحظتم فهنا أضفنا إلى المصدر كلمة أتم أتم تبييني الحق كائن إذا كان منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه والحق مفعول به لتبييني لهو ماذا لهو مصدر صحيح طيب ومنوطا ومنوطا حال سد مسد الخبر نعم ومنوطا حال سد مسد خبر أتم والتقدير أتم وتبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكام طيب الآن أعزائي هذه موارد وجوب حذ الخبار المصنف صاحب الألفية لم يتعرض لموارد وجوب حذف المبتدأ ما تتكلم عنها أصلا ولذلك حتى يكمل البحث صاحبنا الشارح تعرض لذلك موارد أو مواضع وجوب حذف المبتدأ هي أيضا أربعة مواضع وهي أولا النعت المقطوع إلى الرفع لاحظوا نحن في باب النعت في الكتب السابقة درسنا أنه ممكن أن نقطعه إلى الرفع والنصب إن كان مجرورا مثلا مررت بزيدين نقول بزيدين بدل الكريم نقطع النعت نقطعه نقول مررت بزيد الكريم إلى الرفع ويمكن أن نقطعه إلى النصب نقول مررت بزيد الكريم فقطعه إلى النصب على تقدير فعل يعني مررت بزيد أعني الكريم وقطعه إلى الرفع على تقدير مبتدأ يعني مررت بزيد هو الكريم ها وهذا المبتدأ واجب إذن الموضع الأول لوجوب حذف المبتدأ وين النعت المقطوع إلى الرفع لأنه هذا يصير خبر تمام النعت اللي يقطع إلى الرفع يصير خبر و مبتدأه محذوف وجوبا مررت بزيد الكريم الكريم أي هو الكريم طبعا هذا النعت يقطع في باب المدح مثل هذا المثال مررت بزيد الكريم وفي باب الذم مثلا مررت بزيد البخيل وفي باب الترحم مررت بزيد المسكين هذا الموضع الأول الموضع الثاني يوجو بحذف المبتدأ أن يكون الخبر مخصوصا نعمة أو بئسا مثلا نعمة الرجل زيد نعمة الرجل زيد زيد مخصوص نعمة هنا تمام طيب فهذا يعرب خبرا طبعا له طريقتان في الإعراب إما أن يعرب مبتدأ مؤخرا أرفتم كيف ونعمة الرجل في محرفة خبره يعني الجملة الفعلية والتقدير زيد نعمة الرجل هذا إعراب والإعراب الثاني أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا يعني نعمة الرجل هو زيد هو زيد إذن زيد خبار مبتدأ محذوف وجوبا فالموضع الثاني ليه حذف المبتدأ وجوبا هو ماذا في مخصوص نعمة وبئس إذا كان الخبر مخصوص نعمة أو بئس واضح كيف عزائي نعم الموضع الثالث أن يكون الخبر نصا في القسام هناك في باب وجوب حذف الخبر قلنا أن يكون المبتدأ نصا في القسم لعمرك يعني لعمرك قسم هنا نفس الشيء أن يكون الخبر نصا في القسم في اليمين فماذا يجب حذف المبتدأ مثلا في ذمتي لأفعلن يعني يمين في ذمتي في ذمتي في محل الخبر متعلقان بالخبر صحيح جيد فهو نص في القسم وبالتالي واجب حذف مبتدأ إذن أن يكون الخبر نصا في القسم والموضع الرابع عزائي والأخير أن يكون الخبر مصدرا نائبا منابى الفعل يكون الخبر مصدر نابى منابى فعله مثلا صبر جميل نعم التقدير صبري صبر جميل هنا أيضا يجب حذف المبتدأ نقرأ الآن يقول ولم يذكر المصنف سامحه الله المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا نعم وقد عدها في غير هذا الكتاب أربع لأنه نحن ذكرنا بأنه يجوز حذف المبتدأ وحذف الخبر مبدئيا تمام وعددنا بعض الأمثلة لذلك ثم ذكرنا مواضع وجوب حذف الخبر فلابد أيضا أن نتم البحث بمواضع وجوب حذف المبتدأ يقول وقد عدها في غير هذا الكتاب أربع الأول أن نأت المقطوع إلى الرفع في مدحين نحو مررت بزيد الكريم نعم هذا قطع عن النعتية إلى الرفع فيعرب خبرا ومبتدأ واجب الحذف أي هو الكريم أو ذن إذن مقطوع إلى الرفع لمدحين أو ذن من نحو مررت بزيد الخبيث أي هو الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكريم هو الخبيث والمسكين الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبئسة نحو نعمة الرجل زيدون هذا الخبر زيد هو مخصوص نعمة بئس الرجل عمر الخبر عمر مخصوص بئسة في يكون مبتدأه واجبة الحث أي هو زيد هو عمر فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد وهو عمر أي المذموم عمر جيد الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحاذ والتقدير في ذمتي يمين يعني يمين في ذمتي فإذا المبتدأ واجب الحاذ نعم وكذلك ما أشبه هو وما كان الخبر فيه صريحا في القسم مثل كلمة في ذمتي الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نعم مثل مثلا صبر جميل هذا صبر ينوب عن فعله مثلا صبرا على البلاء نعم هنا صبرا عمل فيه الجار المجرور على البلاء فهو ينوب عن فعله جيد فإذا كان الخبر ماذا مصدرا مما ينوب مناب الفعل فيحذف مبتدأه وجوبا التقدير يقول في صبر جميل صبري صبر جميل فصبري مبتدأ وصبر خبره ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا جيد الآن في آخر بحث الابتداء سؤال هل يجوز أن يتعدد الخبر أم لا الجواب هناك تفصيل أعزائي لحظة إذا كان الخبران بمعنى خبر واحد فيجوز مثلا هذا حلو حامض يقولون معناه هذا مز لاحظ ظاهره أنه تعدد خبر أنه خبران هذا حلو حامض ولكنه بمعنى خبر واحد ها بمعنى ماذا بمعنى مز أي بين الحلاوة والحموضة في اللهجة العامية في سوريا يقولون لفان جيد فهذا ماذا وفي اللهجة العراقية يقولون حامض حلو مثلا فهذا حلو حامض جيد إذن هذا الخبر المتعدد إذا كان بمعنى الخبر الواحد فلا إشكاله في التعدد وأما لم يكن كذلك مثل زيد قائم ضاحك فاختلف النحا فمنهم من أجاز تعدد الخبر يعني يقول زيد قائم ضاحك قائم خبر أول لزيد وضاحك خبر ثاني وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد كلها أخبار وهو الغفور هذا خبر واحد الغفور خبر أول اللي هو الودود خبر ثاني ذو العرش المجيد خبر ثالث فعال خبر رابع بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز تعدد الخبر وإنما في مثل هذا المثال يجب تقدير مبتدآت للأخبار التالية يعني وهو الغفور هو الودود هو ذو العرش المجيد هو فعال لما يريد إذن قالوا لا يجوز التعدد طيب يقول وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحدين كهم سرات شعراء وقتنا انتهى فلن نستطيع تطبيق هذا الباحث لذلك نرجعه إن شاء الله للدارس المقبل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد 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 شكرا للمشاهدة